اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي إذن نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في الإعداد لخت نور نزال في حلقة اليوم في التنسيق ميرا لغفل صبحت الله بالخير وفي الإخراج والقواسمة والصايم اليوم ولا شو ما بصايم ليش مع الصبعين والصبح وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي طيب ونشوفكم باتر إن شاء الله واليام رمضان بعدني بأسلم عليه كمان سلمت صبحت الله بالخير دكتورة نادة يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الصحة والسعادة والطاقة الإيجابية والجو اللطيف الضريف اللي فيه شوي زخة من المطر الجميل شاء الله يخفف علينا الغبار صباح عليكم بالخير وذكركم برقام التواصل مع 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006 من وين يا أينتي؟ أنا؟ من العيادة من العيادة؟ كان في زخات مطر؟ كان فيه والله كان عندنا مطر صورت حتى الصبح براويك الفيديو في الفاصل نزيل نحن ما شفنا شي ها الخير كله صوبنا نزيل الله يزيدكم يا رب شكرا طيب نذكركم أن برنامج البث المباشر انتهى الحين دخلنا على برنامج صحة وسعادة فاللي عنده أي ملاحظة عنده أي اقتراح عنده أي شغلة تخص الخدمات الصحية في إمارة دبي على وجه الخصوص والخدمات الصحية في دولة الإمارات أنه يتواصل معانا عبر الأرقام اللي ذكرتها الدكتورة طيب بالأمس كان فيه اجتماع مفصلي هو اجتماع مهم جدا يعني تم تحديد فيه بعض المقومات الأساسية لانطلاقة صحة دبي الجديدة فمعالي المدير العام لهيئة الصحة في دبي محمد القطامي حدد خمسة مقومات أساسية لانطلاقة المرحلة الجديدة اللي بتبتديها الهيئة وبتبتدي الاستعداد لها بعد اعتماد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم ستة لعام الفين وثمانتعش هذه المقومات هي أن تكون لدى الهيئة القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة اثنين وجود روح إيجابية بتهيئة بيئة العمل والتمهيد لأداء أفضل أن تكون هناك قابلية للتحول والتغيير والتطوير أن يكون العاملين في الهيئة فريق واحد من السجمين ومتوافقين مع احترام النظام والآخرين أيضا تغليب المصلحة العامة هذا الكلام أكد عليه معالي حميد القطامي خلال وبرش عمل حول القانون نفذت بالأمس تحت عنوان استراتيجية الهيئة والتحول التنظيمي وقال معالي أن هذه المتطلبات ما منتنازل عنها وعلى الجميع الالتزام فيها واستيعابها والعمل على تحقيقها نعم وأعلن عن تشكيل مجموعة فرق أهمها فريق المتابعة والتقييم وتشكيل مجلس للمديرين وهو المسؤول عن صياغة المنظومة ومتابعتها وفريق لموازنة الوظايف لتفعيل دور الإدارات الجديدة وتحقيق الانسجام الأمثل ما بين جميع الإدارات وما تحتاجها من عناصر تخصصية وتصنيف الأعمال إلى جانب فريق لتطبيق القانون والتفعيل بشكل أفضل وأوضح معالي أن الهيكلية التنظيمية بيكون فيها تدرج بما يخدم عملية التحول مؤكداً على أن علينا تقبل التغيير ولسيما مع اعتماد هياكل جديدة للمستشفيات والمراكز الصحية وقال أن الهيئة تزخر بالعلماء والكفاءات الطبية الناجحة محلياً وعالمياً وهي حريصة على استثمار قدراتها البشرية وكل طاقاتها لتكون من أفضل المؤسسات الصحية في العالم وفي الصدارة وهذا الشيء ممستحيل لأن مثل ما ذكر أن عندنا عندنا الكوادر العالمية مبس على المستوى المحلي صحيح أيضاً القانون الجديد خول الهيئة صلاحيات تنظيم واعتماد أسعار الخدمات الصحية المقدمة من منشآت الصحية الخاصة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار القرارات المتعلقة بتسعير الخدمات الصحية المقدمة من الهيئة والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع دائرة المالية وإضاً ضمان توفير الخدمات الصحية المناسبة لمختلف شرائح المجتمع بأسعار مدروسة ومناسبة وهذا من خلال إنشاء وإدارة وتفعيل نظام متكامل للمعلومات الصحية وفق المعايير الصحية والطبية العالمية وبالمشاركة والتعاون مع القطاع الخاص أيضاً تطرق معاليه إلى أهم ما تضمنها القانون الجديد للهيئة من اختصاصات ومسؤوليات مؤكداً على أن القانون يرسخ مفاهيم متطورة للأداء المؤسسي وبيئة العمل المثلة وأبرزها تكامل الأدوار والإيجابية والإبداع والأفكار المبتكرة وقال أن الهيئة تؤسس لمرحلة جديدة لها هيكلية تنظيمية اللي بتكون واضحة المعالم والاختصاصات والأدوار المتكاملة لها متطلبات ومختطيات ومثل ما ذكرنا أنه حدد خمسة مقاومات أساسية للمرحلة المقبلة اللي ذكرناها في أول الموضوع وحث المسؤولين والموظفين المشاركين في الورش على إتراء الحوار بمناقشات وآراء بناء فيعني كانت مسألة جميلة جدا انطلاقة جديدة للهيئة نحو آفاق إن شاء الله بتنعكس بشكل كبير على جودة الخدمات وجودة يعني الرعاية الصحية اللي راح تقدم في إمارة دبي سواء في القطاعين الحكومي والخاص فهذا دكتور يعطينا يعني مسؤولية أكبر صحيح أننا نحن نوصل إلى المجتمع بخدمات أفضل والهيكلية اللي جديدة يعني نحن كنا متحمسين لها لأن بيكون في خدمة أفضل وفعالية أكثر في العمل فطبعا لما يكون في فعالية أفضل في العمل يكون هناك خدمة أفضل متعاملين سهولة وصول الخدمات أكثر فإن شاء الله إن شاء الله طبعا قفزة جميلة هيئة الصحة بتبيو كنا نترياها وإن شاء الله تلاحظون الفرق في الخدمات المقدمة وفي هيئة الصحة بشكل عام فإن شاء الله توفيق للجميع طيب في وقت ناخذ دراسة استاذ وائل ولا ما في وقت في وقت ولا شيء وقت طيب نحن ذكرنا هذا الخبر لأنه مهم جدا لأنه يرسم خارطة طريق للعمل القادم وضروري أن الناس يكونون موجودين معانا ومتفاعلين في هذه الخريطة وعارفين أصلا نحن وين متوجهين لأن هذا من باب الشفافية المطروحة وأيضا يساهم في تحقيق المتطلبات الأساسية للعملاء فهذه كانت كان المقصد الرئيسي اللي نسعاله من خلال العمل في هيئة الصحة الفترة الماضية كانت مليئة بالإنجازات الفترة الماضية كانت مليئة ما بقول الصعوبات هي تحديات والحمد لله يعني وصلنا إلى مرحلة جيدة ولكن نحن طموحنا دايما المركز الأول صحيح فعشان شي قاعدين نرسم هذه الخطط على أساس نصل لهذا المركز ويزاه الله خير معاني حميد القطام يعني بإشراف مباشر من قبله يسعى دائما إلى تحقيق هذه الأهداف التي تجسد رؤية سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي وأيضا المتابعة الحتيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وكذلك هناك يعني أيضا متابعة حتيثة لترجمة هذه التوجهات على أرض الواقع من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي فالهدف هو دائما العميل طيب دراسة يعني بتفاجئك عن السواد مال الموز دراسة لذيذة هيئة يقول لك ينصح للطباء بالموز عادة لمختلف الأمراض لما له من فوائد صحية تشمل أعضاء الجسم جسم الإنسان كافة حيث يتركب الموز من عناصر غذائية غنية وبيتامينات وألياف كما أنه يحتويع وبكثرة على عنصر البوتاسيوم في عادة خاطئة سارية ومتداولة بين الناس أنهم يعتقدون أن السواد الموز لما الموز يسود يتحرون أنه عفن وأنه أصبح غير صالح للأكل ولازم نفره لكن حقيقة الدراسات أثبتت عكس هذا الشيء أكدت الدراسات أنه هذه البقع البنية تدل فعلا على نضوج الموز وكل ما زادت وزاد وجودها زادت نسبة احتواءها على مادة يطلق عليها رمز تي أن أف شو هذا تي أن أف تيومر نكروسيس فاكتر يعني عامل النخر الورمي يعني هو العامل اللي يقي من التنخر من الأورام بالضبط هذه المادة هي محاربة لمرض السرطان وتكون خلايا غير طبيعية في أجسامنا يعني أي خلايا غير طبيعية هذه مادة تحاربها والتجارب خلصت لأن تناول الموز المسود بين قوسين يعني والحصول على كمية كافية من مادة TNF من شأنه أن يصد خلايا الورم السرطاني ويحد من نموها وتكاثرها بشكل لافت أنا أمي كانت تقول تقول زين تقول كلوه هي زين مغاتنا تشوف كلام مغاتنا زين صح هو أهل يقول عشان دافعين في فلوس هو بحث عندنا من الرمي النعمة أنا صراحة الموزم السوي أسود يعني عيالي ما يأكلونها سوي منها كيك حصلت ينف من الكيك يعني إذا كان معفن لا حتى معفن حرار تقتل العفن خلنا طلع فاصل والي بأفاصل فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرتين وخرين مستمعين حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا مستمعين على 600551414 والرسائل النصية على 4006 كم الرقم مرتين شوي شوي دكتور شوي شوي 6005551414 والرسائل النصية على 4006 طيب اللي حاب يتواصل معنا على هذه الأرقام اللي عنده أسئلة اللي عنده أشارات وممكن حتى بالمسج يطرش لنا شو رايكم ريوقي سندويج فلافل على آخر يوم رمضان تسحر فلافل اليوم شوالناس مبدعين بالريوق قبل رمضان يعني مبدعين السناب كله أكل ريوق منزيل يتسحر فلافل ولا فول أحسن لا فلافل يعطش الفول زين الفول أحسن طيب في رمضان هناك العديد من الفعاليات وأيضا فعاليات رياضية مميزة في وحدة من أبرز هذه الفعاليات هي دورة ند الشبه الرياضية المعروفة بطولة ناس هذه الدورة يعني سنة بعد سنة تأكد أنها تحقق كل أطراف المعادلة الرياضية من تدريب العقل والجسم مع بعض وتحقيق المتعة من خلال الفايدة طبعا هذا الفكر اللي قامت عليه من تأسيسها فهي تأدي يعني الدور المناطبية من حفز للهمم وتكريس لتفريغ الطاقات الكامنة في مواضعها الصحيحة اللي إن شاء الله بتساهم فيه بناء أجيال واعية تتمتع ب يعني التساوي أو السوية ما بين الجسد والعقل صحيح يقول المثل شو؟ العقل السليم في الجسم السليم أحسنتي هذه البطولة أيضا هي نتاج تضافر العديد من الجهات في هذا المجال نحن عندنا مشاركة جيدة وممتازة إن شاء الله بتكون في هذه البطولة معانا في الستوديو الأخ حمزة عباس مدير المشروعات الأنشطة الرياضية والمجتمعية فيها تصحة بدبي أوشي صباح كالله بالخير حمزة صباح الخير جميعا نبغي تعطينا نبذة عن هذه الفعالية فعالية ناس وتعطينا المشاركة مالتنا الرياضية شو هي بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم في البداية حبيت أهني شعب الإمارات وحكومة الإمارات بمناسبة حلول الشهر رمضان الكريم ومقولون كل عام وهم طيبين أما بخصوص الفعاليات أو بطولة ناس هذه بطولة منذ سنوات وكلماتي السنة هذه بطولة تكبر ومشاركتكم كبير من جميع المؤسسات بالضافة السنة حطوا نشاط جديد في جا جستو وبالتالي بطولة ناس معروفة لدى منطقة الخليجة كلية أما نحن كهيئة الصحة الحمد لله بدأنا نشارك بطولة ناس منذ فترة بعد نحن كلجنة رياضية في الهيئة نشارك إن شاء الله بطولة ناس في تحدي الليلي إن شاء الله بفريقين فريق نسائي فريق رجالي إن شاء الله فريق رجالي يكون من أربع أفراد كجماعي وأربع أفراد ثانين وفيه فريق يكون فردي بيشاركون مجموعة من الشباب في الدائرة والبنات إن شاء الله عنا ثاني شي في الناس عنا بطولة دراجات من شارك مع دكتورة مهناز الكمالي بتشارك في الدراجات نشيطة ما شاء الله دكتورة مهناز باسم الهيئة بتشارك وعنا تحدي بطولة ناس بعد في شهر رمضان عنا مع أصحاب الهمم على دراجات بن شارك وياهم بعيد بثمان لعيبة نحن عنا أربع لعيبة هم بيساعدون في أربع لعيبة النول للدوائر الثانية بعد المشاركين والسنة شفت في الكشف اللي موجود جميع دوائر حكومة دويت تقريبا مشاركين باسم أصحاب الهمم إن شاء الله ونحن كاللجنة رياضية بالهيئة بعد نسوي بطولة إن شاء الله بطولة رياضية في كرة القدم وكرة السلم وكرة طائرة للموظفين اللي موجودين عنا ونتمنى محمودة يشارك بس اللي الظروفة يمكن ما بيقدر أنا هذه بالإضافة نحب نشارك مع بلدية دبي في بطولة كبار السن إن شاء الله في شهر رمضان حالي بيشارك فيها محمود أيها بنشارك فيها هالنشاء نشطر شهر رمضان للي عندنا الحمد لله طيب الحين يعني أرجع لبطولتنا سيطن بعد أبغي أنوه دكتور أن هناك ستكون بإذن الله مشاركة لهيئة الصحة بدبي من خلال يعني جناح في المعرض المصاحب للبطولة في هذا الجناح بتكون هناك إن شاء الله العديد من المفاجآت للجمهور وأيضا الفحوصات الطبية الخاصة بالتغذية كذلك والنصائح التغذوية اللي من خلال إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي بتكون لهم إن شاء الله يعني العديد من المواضيع اللي بيوصلون من خلالها إلى الجمهور فهذه جانب وأيضا هناك جانب آخر من ناحية تأمين صحة الفعالية صحية نعم نزيل فبتكون في عندنا هناك عيادة موجودة فيها مجموعة من الأطباء ومجموعة من الممرضين اللي دائما يعني من خلال فريق عمل تأمين الفعاليات اللي تحدث في إمارة دبي بشكل مستمر هم الفريق هذا يقومون على تأمين هذه الفعاليات صحيا فهذه أيضا تحية نوجهها للعاملين من خلال هذا الفريق إذن يعني البطولة بتبتدي يوم السبت 19 مايو الساعة ساعة كم تبتدي 12 ناس عقوب صلاة التراويح عقوب صلاة التراويح وين مكانها بالضبط بتكون وين ميدان خلف الميدان خلف الميدان زين وين شاء الله بتستمر كالعادة 20 يوم قبل 10 واخر فهذه بطولة أيضا مفتوحة للجمهور اللي يبغون يحضرون فعليات هذه البطولة أيضا المجال مفتوح لهم بتكون في ند الشبه المكان معروف وحققت نجاحات كبيرة يعني في السنوات السابقة مثل ما ذكر أبو محمد أنها أصبحت بطولة قد تكون بطولة الخليجية الأولى خليجية عربيا معروفة بطولة ند الشبه ناس طيب الآن خلنا نتطرق للفعاليات اللي انتم سوينا في رمضان كلجنة الانشطة الرياضية شو هي اللي نسوينا نحن نشاط الرياضي اللي لقدت لك في كرة القدم كرة السلة كرة الطائرة لجميع موظفين الهيئة اللي بيشاركون جميع قطاعات اللي عندنا وإيادات في بعض القطاعات اللي عندهم فريقين يشاركون يعني خاصة أمسى شراشد وأسنار شاركي في شغلة بعدني أتمرن كيف أشارك أنا ليستعد لازم أتمرن بعدني زيادة بعدين إن شاء الله أستاذ حمزة أحيان الموظفين هياة الصحة اللي يسمعون وإذا حابين يشاركون فالبطولات أو الأنشطة الرياضية كيف ممكن مع من يتواصلون يتواصلون لأننا لدينا موقع سبورت في الإيميل موجود مالنا هم يرسلون على هذا الإيميل وهذا وإن شاء الله يشاركون خاصة في التحدي الليلي يكون ممتاز والدراجات اللي يمارس نشاط الدراجات ممكن يشاركون ولازم يبون دراجات أو عندكم بعض دراجات لحن دراجات عندنا ممكن نكلم امتحاد دراجات ووفرهم دراجات جميل ممتاز جميل جدا لا يقصرون بالنسبة للبطولات الأخرى ذكرت أن عندكم بطولة مع بلدية دبي أكبار السن إن شاء الله هذي ما هي البطولة سبعة واربعين وسائر سبعة واربعين أي عندك مجال يعني زين والله سباب شو أكبر لاعب موجود بشارك في سباقات كبار السن لا أستطيع أقول لك كم عروم فوق خمسين فوق الخمسين لا نحسن فقط الصحة والعافية هذه القدوة خمسين وستين كل النشاط حين شباب هم قدوة هذه قدوة للشباب أكيد أحسن طيب هذه رسالة جميلة يعني توجه للمجتمع بأن الرياضة هي لغة عالمية ولغة لكل الأعمار يعني مهما وصلت أنت من العمر تقدر الرياضة طبعا نشاط رياضي بأي طريقة يعني بعد أن نحن قبل السبوعين ما خلصين بطولة كبار السن في الهيئة لموظفين هيئة جميع القطاعات يلا أعطيكم العافية أستاذ حمزة عباس مدير مشروعات الأنشطة الرياضية والمجتمعية على هذه الفعاليات وأيضا هذه دعوة كذلك نوجه للجميع بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات الرياضية سواء كانت لموظفي هايز الصحة أو حتى موظفي الدوائر الحكومية بشكل عام يا جماعة الخير في عندكم فعاليات في رمضان ممكن الواحد يستغلها ويشارك فيها رمضان وفي شهر الكسل بالحكس شهر العمل بالضب فيعطيكم العافية ونقولكم يعني مبدئيا كل عام وانتو بخير مقدما والله يوفقكم شكرا يا حمزة وانتو مشكورين على هذه الاستضافة شكرا مشكورين مشكورين طيب دكتورة يعني نطلع فاصل بعد الفاصل ما نتكلم عن موضوع جميل اللي هو سكر الأطفال والصيام بتكون معانا إن شاء الله الدكتورة اسم جاسم والدكتورة فاطمة الخروصي بيحدثونا عن هذا الموضوع المهم اللي نبغيكم تتابعونه ونبغي مشاركتكم من خلال الفقرة القادمة فاصلوا الرجعين أسعد الله وقاتلكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامتكم صحة وسعادة خلصت طلبات؟ خلص مواعيل مواعيل مواكل مواعيل ما لرمضان طيب نحن دكتورة واحد من أهم المواضيع اللي يجب أن ننتبه لها ويجب أن نوعي الناس فيها اللي هي المواضيع الخاصة بالسكري والصيام فما بالت إذا كان هذا الموضوع مرتبط بالأطفال بالضبط صحي لأنه يعتبر سيما الأطفال اللي عندهم سكري في رمضان تحدي للأمهات خصوصة لو كان أول رمضان طفل أصلا إذا ما في سكري تحدي أن تعلمه على الصيام فبالت إذا كان في سكري تخيل أنه أكثر تعاونه مع الأم فإحنا بنتكلم إحنا عن هالموضوع شو التحديات وكيف ممكن هاي عيالنا بنتكلم عن موضوع السكري الأطفال والصيام معانا الدكتورة أسما جاسم استشاري أمراض الغدد الصماء والسكر لدى الأطفال ومعانا خصائد التغذية فاطمة الخروصي صباحكم الله بالورد وحياكم الله ومبرك عليكم الرحمن الله يبارك فيك الله يبارك فيك وما شافوا المطار المساكن نحن حابسينه في السيديو لا شفت الصفح شفتي؟ هي شفت الصفح شوي طيب نحن نتحدث عن أسباب إصابة الأطفال بمرض السكري وشو هي الفئة العمرية المهددة للإصابة به أوكي بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة لما نتكلم عن سكر الأطفال يعني نحن نتكلم عن النوع الأول من السكر بس نكون واضحين أن السكر بصفة عامة بصفة عامة ممكن نقول نوعين نوع الأول والنوع الثاني نوع الأول اللي هو وراسي يكون أو أنه مع الولادة مثلا لا النوع الأول اللي هو يعني نحن يأخذون فيه الإبر لا حتى النوع الثاني يأخذون فيه إبر فعشان شدي الاسم القديم اللي كان يسمونا المعتمد على الإبر اللي هو الإنسولين ديبند المعتمد على الإنسولين وغير هاي التسمية تغيرت صار اسمه النوع الأول والنوع الثاني بصفة عامة اللي ينظم نسبة السكر في الدم هو هرمون الإنسولين طبعا فيه أشياء ثانية بس العامل الكبير الحين فإحنا يكون عندنا نقص في الإنسولين أو يكون عندنا مقاومة للإنسولين فإذا عندنا نقص في الإنسولين هذا اللي هو النوع الأول إذا عندنا مقاومة للإنسولين هذا بصفة عامة يعني نقول النوع الثاني الأطفال معرضين لشو؟ طبعا يعني 99% من الأطفال أو السكر الشائع فيهم اللي هون نوع الأول النوع الأول أسبابه لعدة أسباب أو ما في سبب معين أول شيء أننا دائما طبعا إينا وحد يقولنا أن هذا شيء وراثي لا هو مش مرض وراثي هو نوع من الأنواع اللي لهم استعداد وراثي استعداد وراثي بمعناته أننا العائلة هذه عندنا مجموعة من الجينات تخلينا أكثر مؤهلين أن ننصاب بهذا النوع من المرض بس مش معناته كل شخص راح يصاب فيه إذا كل شخص راح يصاب فيه أو راح يحمل المرض صار هذا اسمه مرض وراثي صحيح فهذا اللي نسميه استعداد وراثي شو هي الأعراض اللي تبين على الأطفال الأهل لازم ينتبهون لها؟ طبعا السكر شي سوي أول ما يرتفع نسبة السكر في الدم يبدأ الطفل يتبول بكمية كبيرة يتبول بكمية كبيرة يكون مثلا من النوع مثلا اللي خلاص يعني تعود أنه مثلا أنه ما يروح أنه يصير الحمام أنه يصير الحمام أنه يصير يبدأ عنده شيء يديد اسمه التبول اللا إرادي يبدأ يشرب كميات كبيرة ماء يبدأ يفقد وزن هذه أعراض السكري بصفة عامة صحيح جميل دكتورة فاطمة تفضل هل يقدر الطفل المصاب بالسكري الصيام؟ في هالكلام ممكن نحنا نقول الأطفال السكري يصابون يصابون لكن في شيء واحد لازم تعرفه يعرف مريض السكر أو الأهل بشكل عام نعم مريض السكر إذا كان عنده معدل السكر تراكمي كان في المستوى الطبيعي قبل شهر رمضان وأنه متابع تيم العمل اللي هو بالدكتور وخصائي التغذية والممرض اللي هو يتابع كيف طريقة الأنسلين وحافظنا كلها كاملة ومتأكد قبل شهر رمضان بثلاثة شهر أربع شهور مرتب أموره من ناحية الأكل والتوقيت الأدوية وتوقيت الأنسلين اللي بيأخذه هذا كله إذا كان في المستوى الطبيعي ممكن أن يبتدي الأكبة تدرج يعني مجرد أن يبتدي أول رمضان يكون في تدقيق على معدل نسبة السكر في بداية النهار لأن إذا كان في نزول السكر في نهار رمضان خاصة في البداية في حدود السبعين المفروض يبتدي أول شيء يفطر على طول صحيح ما يكمل الشي الثاني أنه لازم يكون عارف شو الوجب الرئيسي اللي بيأخذه في وجهة الأفطار وجب اللي بين الأفطار هايت تعتبر بعد وجب مهم للساعة عشر ويقب فترة السحور اللي هو الوجب الرئيسي اللي هي ضروريك شو الكمية اللي يأخذه ونوع الأكل اللي يأخذه صحيح نحن أوش نذكر برقامة التواصل موضوعنا اليوم عن سكر الأطفال والصيام تواصل معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 زين أستاذ فاطمة يعني أنت ذكرتي أنه لازم يكون الطفل مريض السكر بشكل عام والطفل بشكل خاص مرتب نفسه قبل ما يبتدي رمضان معنى أنه لازم يزورون الطبيب وخصائي التغذية قبل كم فترة من رمضان وشو التغييرات اللي بتطرأ على مثلا وجبتها شو لازم يأكل مثلا شو لازم يشل مثلا من قائمة الأكل شو لازم يحرص أنه يأكلها عشان ما يصيب هبوط في نهار رمضان أول شيء هو مثل ما قلنا نحن عنده مدة ثلاث شهور قبل رمضان ممكن يصير فيها ممتاز نحن نكون مستعد ومهيئ نفسيا الطفل لأنه فيه أطفال يحبون صراحة يصبمون لكن عندهم مشكلة أنه عندهم معدلات السكر كانت غير طبيعية فتهيئ الطفل أنه أنا مستعد أنه أنا ساعدك أنك تصوم مع أهلك وتستانس فيه وبالتدريج اللي نبتدي وياه لكن وجبات الأساسية أكيد فيها تغيير أول شيء نوعية النشويات اللي هو بيأخذها والكربوهيدرات اللي يأخذها لازم فيه فترة السحور له الكربوهيدرات المعقدة اللي فيها ألياف لأن هناك فترة نهار رمضان مجرد أن يأخذ هاي الوجبة متأخرة فترة السحور فبتكون في نهار رمضان معدل السكر عنده طبيعي ما بيضطر أن يكون عنده نزول حاد أو أي ارتفاعات أو مشاكل في السكر أما بالنسبة لوجبة الأفطار أول ما يبتدي لازم نهيئة أنه فيه شيء معين لازم تأخذه اللي هو ثلاثة تمرات واللبن وتهيئ نفسك أنك ترتاح شوي وبعد هذا تأخذ الوجبة الرئيسية اللي هي وجبة الفطور حيث أن تكون محتوية على الكربوهيدرات مش المعقدة البسيطة العادية لأنه هنا ممكن يكون احتمالية نزور السكر قبل فترة الأفطار وارد صحيح فمجرد أن يأخذ هاي البسيطة نحن نقصد فيها مثلا النشويات اللي هي تكون من الخبز الأبيض مثلا ممكن يأخذ ممكن الرز يأخذ الوجبة الرئيسية ونضمنها البروتين والسلطات والفاكه جميل دكتور أسمان متى يجب على مريض السكري الطفل والبالغ عموما أنهاء صيامه نعم طبعا انهاء الصيام مثل ما تكرمت السادة فاطمة أنه مثلا فترة الصيام نشيك معدل السكر بين ثلاث إلى أربع ساعات في أي وقت نلاحظ فيه هبوط في السكر علامات للهبوط للسكر أو بالفحص فيه هبوط سكر أو في ارتفاع من السكر هنا مفروض الواحد يأخذ حذر أحد من الناس يعاند طبعا هذا ينعرض حياتنا للخطر فالعاملين مهمين نحن لا نحب الارتفاعات ولا نحب الهبوط فإذا فيه هبوط للسكر يعني السكر بدأ يدرج وينزل تقريبا في حدود التحت الثمانين يعني وصل لعند السبعين طبعا إذا وصل الثمانين حتى نقولهم أنه شيكوا أكثر يمكن كل ربع ساعة كل الساعة وصل في حدود السبعين مفروض أنه خاصة هذا للإنسان أنه يفطر حتى لو هذا كان الشيء خمس دقائق قبل أذان المغرب لأنه يالس يعرض حياتنا للخطر الهبوط من الحالات الاضطرارية للمفروض الواحد يعالجها فهذه ينا نفس الشيء قلنا ارتفاع للسكر إذا السكر ارتفع إذا كانت قراءات للشخص هذا فوق 250 أو 300 نقول له أوكي في هذا الوقت أنت لازم تشيك حتى عندك الكيتونات إذا الإنسان هذا عنده ارتفاع في السكر وعنده كيتونات مفروض ينهي صيامه ليش؟ لأن العلاج الكيتونات اللي هي الأحماض اللي تتكون في حالة نقص الإنسولين طبعا لما يكون السكر عالي الجسم ما يقدر يستفيد منه فعشان ما يقدر يستخدم طاقة السكر يحتاج إلى مورد ثاني للطاقة فالدهون تتكسر تطلع لنا أحماض ضهنية اللي ينتج عنها الكيتونات الجسم يستخدم الكيتونات هاي كبديل للسكر لأنها تدخل للجسم تدخل للدماغ بدون إنسولين فيستخدمها مثل يعني سبير بس إنها طبعا لأنها حمضية تغير حموضة الجسم تدخل الإنسان يحس بإعياء بتعب بآلام في البطن بإقياء فالحل هنا إنه يكسر الصيام ياخذ جرعات للإنسولين ويشرب كميات ماء عشان ينزل الكيتونات طبعا الكيتونات ما راح توقف إنتاجها إلا بالإنسولين بس يحتاج إلى الماء عساسا أن يطرد هذه من الجسم صحيح الغنية أنا بغسلت أنت إذا صادفنا حالة واحد مريض سكري نزل ويتنوبة هذي نعم كيف تصرف أنت عندك لسمح الله حد في البيت وصار له على أن تتودي للطوارئ أو لعدات المفتوحة 24 ساعة ما في شيء معين نسوي له في لحظتها في بالنسبة للهبوط أثناء الصيام الحين لسنين الحين مثلا ارتفاع السكر ما بيسوي لك غيبوبة أو شيء في الوقت الحالي ياخذ له وقت لما يسوي الشيء الإضطرار اللي يكون في وقته ويحتاج أكثر اللي هو هبوط السكر هبوط السكر إحنا أصلا دايما نقول بصفة عامة الأفضل أنه يتعالج عن طريق الفم لمدام الإنسان أو الشخص أو الطفل هذا في وعيه لأن الامتصاص بيكون سريع بسكر سريع المفعول بالضبط شو هو السكر السريع المفعول الأشياء مثلا اللي ممكن العصائر ممكن التمر ممكن الدوائر اللي تنبع في الصيد الحاليات اللي هي الحالي الأشياء اللي هي سكر السريع مش اللي فيها معاها دهون أو شيء بترفع نسبة السكر بمقدار معين 15 جرام اتحدد خصائيات التغبية شو هي أو العسل هذا بعد سكر طبيعي ياخذ بعد 10 دقاي 15 دقيقة نعيد الفحص بس يرتفع نسبة السكر خلاص الحين هو في مرحلة أمان بس لازم يأكل شيء عشان يحافظ على مستوى السكر إذا ما أخذ شيء بيرجع ينزل السكر مرة ثانية طبعا إذا الطفل ما كان أو الشخص حتى البالغ إذا مفي وعية أو بادي يفقد وعية هنا لما تعطيه عن طريق الشيء عن طريق الحج ممكن يشارك فيه بالعكس دائما نعطي حق الطفل لحق الأهل الثنين لأن الطفل عادة يكون يا في البيت يا في المدرسة فوحدة تكون هنا وحدة تكون هنا وأقول لهم يا ونعلمهم عليها ونقول لهم احتمال كبير يمكن ما يحتاجها طول عمره صح بس لازم تكون موجودة حقا لأن إذا فلا صمح الله صار فيه فقدان واعي أو شيء ما تريد تعطينا عن طريق الحج تعطينا الإبرة لما تيلي الإسعاف أو يروح لأقرب مركز طبي بالضبط أحين عرفنا متى يفطر متى رفض يتوجه للطوارئ ما يتريه في البيت على الطول يقولوا ودوني الطوارئ مريض السكر في رمضان طبعا إذا ما مثلا إذا الهبوط ما قدر مثلا يعالجونا في البيت أو إن مثلا كان مثل ما قلنا إنه فقد وعي أو شيء إنه بعطوه إبرة الضرورة أو إذا حتى نسميها إبرة الضرورة عشان متعودين يمكن نستخدم هذا المصطلح في العيادة هنا وطبعا نفس الشيء إذا كان فيه ارتفاع في السكر وإذا فيه كيتونات يعني مثلا أحين فطر وبدأ مثلا إنه ياخذ خذك جرع المصححة الإنسولين بدأ يشرب ماء بس بعد يالس يرجع ما بقادر يستحمل شيء عن طريقه لازم يريد يتوجه عساسا أن التوي لفحوصات وقد يحتاج محالي عن طريق الوريد طيب دكتورة فاطمة الحين الأكلات أنت تحدثت بشكل عام على الأكلات شو المفروض يكون على الفطور وعلى السحور وعلى هذا لكن شو اللي المفروض يتجنبها مريض السكري بالنسبة لمريض السكر مفروض يتجنب أول شيء الأطعمة المقلية كثرة الأطعمة المقلية هاي جدا يعني صعب للإنسان ياخذها وهي يعني موجودة على سفرتنا أيوة عشان شيء احنا نوجه له أولياء الأمور أو العائلة بشكل عام أن يتفقون في البداية على طبيعة أو نوع الوجبات اللي ممكن تنعرض لأن يعني أمو أقول أن أنا عندي مريض أكيد بيحتاج يأكل وجبات وأن أفرض عليه وجبه معينة وهو في خاطر أن يأخذ وجبه ثانية منظمة أو يكون في العائلة يعني مشترك فيها ففي هالحالة نعطيهم بعض الحلول مثلا بدائل الوجبات هاي ممكن أنا أسوي مثلا السمبوس هاي أطعمة المقلية لكن أخليها مثلا بالفرن طبيعة أو نوع الأكل اللي يأخذه لازم تكون قليلة الدهون قليلة الأملاح لأنها بعد الأملاح أو الملح أضافة الملح ومخللات هاي جدا تخلي المريض دايما يحس بالعطش ويبغي سواء الوايد وفترة النهار المفوض يكون صايم عندك بعض الأشياء الثانية من ضمنها للسكريات خاصة الحلويات كثة استخدامنا للحلويات والأطعم اللي فيها كريمة والحلويات هاي كلها ممكن نتأثر على مستوى السكر للمريض وبالتالي أنا أعطي البداء مثل الفاكهة ممكن اليوم أنا أحضر لوجبات أو حلويات تحتوي على سكر عالي هاي الأطعمة الأساسية لكن بالنسبة للوجبات الرئيسية لازم تتحدد الكربوهيدرات أهم شيء أن الأم عارفة كم حصة من الحصص الكربوهيدرات عشان ما يكون عنده ارتفاع في السكر وشو نوع الكربوهيدرات اللي بيكون في وجهуть الفطور مثال وجهة الفطور اللي هي السكريات البسيطة اللي ممكن يأخذها الوجبة اللي هي بين الوجبات هاي الرئيسية اللي هي السحور والفطور في وجب الص Tang 10 هاي جدا مهمة اللي هي بتكون وجبة العشا بالنسبة لمريض السكر أما وجبة السحور لازم تكون متأخرة قد ما تكون متأخرة وتكون تحتوي على النشويات المعقدة والكربونهدات المعقدة طيب أنا هنا عندي سؤال لازم مريض السكر يصوم يعني هل ممكن يصوم ولا لازم يصوم هل لازم يصوم لا الحين طبعا الدراسات اللي قبل كانت دائما تمنع يعني الصيام نقول إذا نقسم الناس إذا هما يعني مثلا على رسك عالي أو رسك منخفض يعني الدرجة الثانية ممكن أعتقد المريض النوع الأول كان يعتبر أول شيء من النوع اللي هو الرسك هذا اللي كان ممنوع عليهم الصيام الحين اتغير فيه أمور كثيرة اتغيرت أنواع الانسولين صارت اتغيرت معالجاتنا للهبوط التثقيف اتغير فصار فيه إمكانية كبيرة أن المريض النوع الأول يصوم بس بوجود أن يكون يتابع مع الطبيب ومع الفريق مثل ما تكرمنا في البداية كيف أن يكون يعالج مع الفريق الطبي فصار فيه إنه ممكن يصوم بأمان وياخذ التحذيرات اللي قلنا منها فإنه ممكن يصوم بوجود أن يكون فاهم إنه إذا اتبعت هات الخطوات بقدر أصوم صيام آمن لكن إذا تعرضت في وجود انتقاسة تفطر وبالنسبة إذا إذا مرض السكري ما تستحر في هالحالة أول شيء يسويه أول ما يصحى الصبح يقيس السكر إذا شاف السكر في حدود السبعين للستين ها معنات عنده هبوط يعني ما بيقدر يكمل النهار فبالتالي يبتدي أنه يقطع الصيام ويفطر أما إذا كان مثلا السحر وعارف الخطوات اللي هو بيسويها حتى احتمال يكون من في بداية النهار حيانا يكون العصر قبل الفطور في عنده نوع من الخفاضات في السكر فبالتالي المريض السكر المفروض يقطع إذا شاف حتى فيه معضاعفات أو فيه عراض للمشكلة مثل انخفاض السكر أو ارتفاعه ممكن لأعراض التعب الخمول الكسل النوم الشعور بالعدم الراحة والتركيز هنا معنات أنه عنده مشاكل في السكر فيقطع الصيام ويبتدي يفطر صحيح دكتورة أسمى ناخف منتك كلمة أخيرة ممكن دعوة لمرضى السكر أو نصيحة حابة تعطيهم قبل بداية شهر رمضان أول شيء أحب أبارك لهم بحلول شهر رمضان المبارك وأقول لهم أن الصيام في رمضان ممكن للمرضى المصابين بالسكر وحتى من النوع الأول بس بوجود كنترول وهذا الكنترول للمرض ممكن أنه في يوم وليلته هذا الكنترول بالمتابعة المستمرة من وقت التشخيص وخصوصا في ثلاث الشهور الأخيرة اللي قبل رمضان أنه ما يكون فيه أي مشاكل صحية شديدة صارت يعني ما تطر يدخل المستشفى لحدوث هبوطات متكررة أو بحموضة مراقبة تامة ويراجع طبيب السكر تقريبا على الأقل أسبوعين ثلاثة قبل موعد رمضان عشان نضبط له الجرعات السكر ويأخذ النصائح من الفريق الطبي ممتاز أستاذة فاطمة أنا نفس الشيء أقول لكم كل عام أنتم بخير الله عود علينا وعليكم إن شاء الله كل حول بصحة وعافية بالنسبة لمرضى السكر من حقهم أنهم يصومون حالهم حال أي طفل أو أي إنسان عند طبيعي لكن في حال شاف عمره متعرض لانتكاسه أو مشكلة مرضية خلال فترة النهار يقطع لكن أهم شيء شربه للماء خلال فترة الأفطار الشيء الثاني تنظيم توقيت الأكل تحديد الوجبات اللي المهوضة يأخذها من كمياته ونوعياته كل شكر دكتورة أسمى جاسم استشاري أمراض لغدد الصماوي السكري لدى الأطفال ودكتورة فاطمة خروصي خصائي التغذية السريرية نحن شكري لكم وإن شاء الله منلاقيكم في رمضان بفترة وفترة إن شاء الله مع أول حلقاتنا في شهر رمضان إن شاء الله في مفاجآت إن شاء الله بتكون في الحلقة أول واحدة سوال فلا بتكون أقل أنا واحدة بسوال فأقل متأكدة إن شاء الله يعني بدل سبعين ألف كلمة في الثانية بتكون كم؟ خمسة وستين خمسة وستين زي يلا نشوفكم على خير وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي